بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنستأنف برنامج الطريق إلى الله بعد توقف أثناء شهر رمضان ولكن ربما بشكل جديد بحضور حضراتكم يكون بصورة أكثر تفاعلا ونذكر بعضنا أننا كنا قد توقفنا عند موضوع الصحبة ومولانا بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه في الحكمة التي توقفنا عندها يقول لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ما قاله لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ما قاله والصحبة شأنها خطير في الإسلام وخطير في عموما في الحياة ولدينا يعني في القرآن وفي السنة الأدلة كثيرة على أهمية والصحبة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوم وحديث التوبة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا في الحقيقة هو أيضا في الصحبة وسيدنا ذنون المصري رضي الله عنه يقول يا ولدي لا تصحب مع الله إلا بالموافقة ولا مع النبي إلا بالمتابعة ولا مع الناس إلا بالمناصحة ولا مع النفس إلا بالمخالفة ولا مع الشيطان إلا بالمحاربة وسيدنا أبو الحسن الشازلي رضي الله عنه بوصين يقول يا ولدي لا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله ولا تنقل قدميك إلا حيث ترجو رحمة الله ولا تصحب إلا من يذكرك بالله ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا في الله فأمر الصحبة أمر خطير ومهم وسيدنا الشيخ ابن عجيبة في شرحها على الحكم يقول أن الذي ينهضك حاله الذي إذا رأيته ذكرت الله فقد كنت في حال الغفلة فلما رأيته نهضك حاله إلى حال اليقظة نهض بك لأن رؤية أهل الله تنهض تؤثر في الحال وهو ده بمقاله إنما شيخك من نهض بك حاله أو ليس شيخك من واجهتك عبارته إنما شيخك من صرت فيك إشارته فهو الذي ينهض بك حاله كنت في حال الغفلة أصبحت في حال يقظة كنت في حال رغبة أصبحت في حال زغد كنت في حال اشتغال بالمعاصي أصبحت بمجرد رؤيته تشتغل بالتوبة كنت في حال جهل أصبحت في حال علم والذي يدلك على الله مقاله الذي إذا تكلم تكلم بالله الذي إذا نطق نطق عن الله إذا سكت سكت بالله لأنه به عن من سواه أي مجغول بالله عن من سواه هو مع مولاه زي ما قال مولانا الشيخ محمد زاك إبراهيم في بعض قصائده أكلمه ويظنونني أكلمهم هذه آيتي لأنه يعامل الحق في صور الخلق هو بيعامل ربنا في صور الخلق يتكلم إلى الحق في صور الخلق ولذلك فالصحبة في طريق الله الصحبة في طريق التصوف وفي الحياة عموما أمرها خطير إحنا منشتك أولادنا في المدرسة ما تشوف مصاحب مين منشتك مش عارف إيه من جوز ما بدخلش البيت ويدخل مكشر ويطلع ما تشوف مصاحب مين بيقعد على القهوة مع مين مش عارف مين بنتي ما هو هي الصحبة أخطر شيء في حياتنا هي الصحبة لأنه كما قال العلماء الطبع سراق الطبع يسرق الطبع وطبعا في صحبة بالنسبة لصحبة الناس يعني من هو في مستوى يعني لكن في صحبة المشايخ صحبة أهل الفضل ودي لها شروط ودي لها شروط ودايما لما تصحب إنسان أفضل منك يقوم يأخذ بإيدك إلى الحق يأخذ بإيدك إلى الخير ولذلك أصول الطريق يشترط فيها اختيار الصحبة عشان كده في أحكام الصحبة مولانا بنعطاء الله في الحكمة التالية بيقول لنا بيقول لنا ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك يعني ما نغترش فلما بأصحب واحد أسوأ حالا مني فأعتقد أنني لي مزي عنه وأنني بعد كده ما فيش ده أنا شيخي الإسلام فده اغترار ربما أن الإنسان يصحب من هو أسوأ حالا منه فمن صحبتك له تعتقد أنك أحسن منه وأفضل وأنه أنك صاحب إحسان وأنك صاحب مقام عال فتعتقد المزي عليه أنك أفضل منه لأن النفس مجبولة مجبولة على رؤية الفضل الطبع النفس جبلت على رؤية الفضل ورؤية الفضل لها ورؤية التقصير في غيرها دائما أنا ما هرفش شو بعيد ما شوف عيبي دائما الإنسان بعيد عن رؤية عيبه لكن يشوف عيب الآخرين سريعا وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كفى بالمرء عيبا أن يرى عيوب الناس ليه لأنني لا يمكن أن أرى عيوب الآخرين إلا من مرآة عيبي مرآة الكبرة عندي هي اللي بتصور كبرة الآخرين مرآة العجبة عندي هي التي تصور عجبة الآخرين مرآة العجب عندي هي التي تصور عجب الآخرين مرآة الطمع هي التي تصور طمع الآخرين وهكذا لذلك من الخطر الإنسان في الصحبة أن يغتر ليه؟ لأن زي مولانا الشيخ زروق بيقول الناس في الصحبة على ثلاثة مراتب أو أنواع صاحب لتنتفع به وصاحب ينتفع بك وصاحب تشاركه ويشاركك صاحب تنتفع به صاحب ينتفع بك صاحب يشاركك وتشاركه الصاحب الذي تنتفع به شرطه أن ينتهد به حالك أنت بتنتفع به يبقى شرطه إيه؟ عشان تستمر معه ينهض حالك تترقى تتغير إلى الأفضل طب والذي ينتفع بك أن ينتهد حاله بك هو اللي إيه؟ تترقى والذي يشاركك وتشاركه يكون ذلك على النصح والشفقة عشان كده سيدنا زنون المصري قال إيه؟ وأن تصحب مع الناس بالمناصحة مع الله بالموافقة يا ولدي لا تصحب مع الله إلا بالموافقة الذي يوافقك على ما يوافق الله على ما يوافق شرع الله على ما يوافق أحكام الله هذا الذي تصحبه فإن كان مخالفاً لموافقة الله لما أمرنا وما شرع لا حاجة لصحبته يبقى ذي الموافقة ولا مع النبي إلا بالمتابعة لأن لا أستطيع أن أكون موافقاً لله إلا باتباع النبي صلى الله وسلم وسيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يبين لنا أن لا يتحقق لك الاتباع الحقيقة إلا إذا رأيت المتبوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رأيت المتبوع عند كل أمر ومع كل أمر وفي كل أمر وقبل كل أمر وبعد كل أمر إحنا قد إيحنا منشوف النبي وإحنا منتصرف أو ساعة ما منتصرف منبقى شايفينه قدامنا مستحضرونه قدامنا مستحضرين سنته مستحضرين أدبه مستحضرين أخلاقه مستحضرين تواضعه مستحضرين حلمه مستحضر ما هي دي الاتباع ولا مع النبي إلا بالمتابعة ولا مع الناس إلا بالمناصحة يبقى تشاركك وتشاركه يبقى على النصح والشفقة إنك تشفق عليه تنصحه في الخير بس بالأدب بالراحة مش تكبرا عليه مش عشان أفهمه إن أنا فاهم وهو مش فاهم إن أنا ولي وهو شيطان رجيم لا بالنصح والشفقة تشاركك تشاركه ويشاركك ولا مع النفس إلا بالمخالفة ما تصحبش نفسك إلا بمخالفتها وإحنا نفسنا أصحاب حظوظ مدام صحبة حفظ لسه يبقى تخاف منها يبقى ما تصدقهاش فصحبة النفس تكون بمخالفتها ولا مع الشيطان إلا بالمحاربة لأنه عدو لك ويريد هلكتك عشان كده اشتدنا الإمام البصيري في البردة بقول إيه بيقول إيه سيدنا البصيري وخالف النفس والشيطان وعصهما وإن هما محضاك النصحي شوف تخيل لما ينصحك ما تصدق تهمه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على مخازن الغلال وكل ما يدخل يلاقي الغلة مقصت فهي مش عارف فيه إيه تبقى كان الشيطان بيسرق فسيدنا بو هريرة ضبطه في حديث في هذا فلما ضبطه فقال له أمسكت بك أيها اللعين قال سأنصحك وأقول لك قولا على أن تتركي قال له إيه قال له إذا أنا الكلام ده اتبعته مش هقدر أجي هنا تاني ولا أقدر أسرق قال له إيه قال له تقرأ آية الكرسي فهرح سيدنا بو هريرة رح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له على الحكاية قال صدقك وهو الكذوب إيه بأيه وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإن هما محضاك النصحي فاتهم حتى إيه في هذا الأمر وعشان كده سيدنا أبو الحسن الشازيلي يقول أوصاني حبيبي فقال لا تنقل قدميك إلا حيث ترجع ثواب الله اللي هي اللي قلناها من شوية ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله وقال أيضا سيدنا أبو الحسن الشازيلي لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيه إذ يفضل نفسه عليك فإنه لئيم ولا من يؤشرك على نفسه فإنه قل ما يدوم العكس ولا من يؤشر يؤشرك على نفسه قل ما يدوم ده بالمنطق العادي المجرى العادي للأمور الناس اللي على قدنا لكن ده الإيصار له مقام الإيصار مقام له أهله وله أصحابه وكان من الصحابة ما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هو بيبقى جعان ويفضل غيره هو تعبان ويفضل غيره هو ما عندوش غير الجلبية دي ويديها الغيره ده منهم من فضل غيره في الجهاد في سبيل الله وهم في الحرب وكانوا جرحة فلما قالوا بالمية يشرب قالوا أما أنا فقد انتهى أمري خلاص وكان بيخلص يعني بيطلع في الروح أخي فلان بجواري ما زال فيه بقية اعطيه الماء وأخوه راح يقول له لا اللي بعد أحسن مني اللي بعد أفضل مني واستشهدوا جميعا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه يبقى ده مقام فالإيثار مقام واصحب من إذا ذكر ذكر الله تصحب مين من إذا ذكر ذكر الله ساعة ما يتجسرته تفتكر ربنا سبحانه وتعالى فالله يغني به إذا شهد فالله يغني به إذا شهد وينوب عنه إذا فقد يعني اللي هو ده اللي من أهل الله اللي هو إذا ذكرته ذكرت الله إذا ذكره الناس تذكر ربنا الذي إذا رأيته تذكر الله هذا إذا شهد على طول شهدت الله وإذا غاب ناب عنه الله سبحانه وتعالى وإذا فقد ذكره نور القلوب ذكره نور القلوب ومشاهدته مفاتيح الغيوب شوفه وصف أهل الله عشان كده الإمام الغزالي حجة الإسلام يوصي في باب الصحبة في باب الصفر إنك تسافر إيه أسباب الصفر دوافع الصفر لرؤية عالم أولي تنتفع برؤيته مسافر كل المسافات دي كل الأميال دي كل الكيلومترات دي لكي تراه لتنتفع برؤيته بمجرد مشاهدته لماذا؟ لأن أمثال هؤلاء إذا صحبته إذا ذكر ذكر الله فالله يغني عنه سبحانه وتعالى إذا شهد وينوب عنه إذا فقد ذكره نور القلوب ومشاهدته مفاتيح الغيوب يبقى هي دي أهمية إيه؟ الصحبة والحذر عشان شوف أحكام الصحبة الحذر من أن يغتر الإنسان إذا صحب من هو أقل منه حالا والله أعلى وأعلم وربنا سبحانه وتعالى يفقهنا بالصحبة وبمعاني الصحبة إن شاء الله نقف نتوقف قليلا نطلع فاصل يعني ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله بعد قليل بسم الله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى وبعد يعني مع العودة إذا كان حد عنده سأل يتفضل بعد ذلك يا مولان كنت عايزة أعرف هل ممكن نعتبر الوسائل التواصل الاجتماعي صورة من صور الصحبة يعني لو في حد أنا بحب تابعه على على الفيس بوك مثلا أو على اليوتيوب بيرنامج أسبوعي بيتكلم في علمي من علوم الدين هل ممكن نعتبره نوع من أنواع الصحبة وأكون مصاحب لي؟ يعني طبعا بحكم الواقع الذي نعيشه فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تعيش معنا في بيوتنا وفي حياتنا في كل لحظة وكل شيء فيه الجوانب الطيبة وفيه الجوانب السيئة فالواحد يحذر أيضا من الصحبة يعني ما يشترط في الصحبة الصحبة الواقعية في حياتنا أيضا في العالم الافتراضي يشترط فيه نفس الشروط لأن فيه خطورة وأكثره فيه خطورة على حياتنا وعلى أخلاقياتنا لأن ما فيش ضوابط له للأسف الشديد هذا العالم الافتراضي هذا الانفجار المعلوماتي خطر على البشرية لأن ما فيش ضوابط تحكمه ما فيش ضوابط تحكم هذا العالم الافتراضي كل من أراد وكل ما كان عنده شيء كل ما كان عنده هوى فهو بيتكلم وإحنا نضيع وقت كتير في هذا فنحترس لكن طبعا لا شك إن هناك بعض الأمور اللي ممكن نستفيد بيها يعني لو هذا مثلا برنامج احنا منتكلم فيه فيه كلام علم فيه كلام مفيد أو فيه كثير من البرامج مثل هذا وإنت استمعت إليه لا شك أنها صحبة طيبة فالمهم نشوف ما هو الهدف ما هو المضمون هل الشروط الصحبة موجودة ولا لا أنت بتستفيد هل هذه الصحبة يعني ينهض بها حالك تترقى بها تزداد يبقى بها ونعمة وإلا على الأقل بلا يستطيع وقت إن لم يكن هناك أي ضرر أيها في حد تاني سيدي عند قوله ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبته من هو أسوأ حالا منك أليس في هذا نوع من الاستعلاء أو التكبر الخفي حينما أتعالى على فلان أنه من المذنبين أو ممن اشتهر بالذنب فأتركه كي أكون أفضل حالا أو في هذا تنقيب عن عيوب الناس فأنظر في عيب هذا وذاك حتى لا أصحبه من تتخلي بالك يعني هو بيقول يعني مش ممكن هذا معنى هذا الكلام إن في نوع من الكبر الخفي هو العكس يعني الحكمة تحذرنا من هذا دي في أحكام الصحبة ويحذرنا من هذا المدخل في النفس إن ربما تكون أنت مصاحب واحد ويكون أقل منك حالا أسوأ منك حالا فتعتقد لنفسك المزية هو يحذرك هنا من الكبر يعني هو في هذا يحذرك من الكبر من هذا الكبر الخفي ويحذرك من الاغترار لأنك ترى أنه ربما ولك ربما كنت محسنا وتصحب واحد فاهم أنه أقل منك فقول لك خلي بالك ما تغطرش لأن ده في نوع من الكبر الخفي فتعتقد لنفسك المزية عليه ما العكس يعني هو الحكمة المقصود منها هي أحكام يبين لك مدفق القلوب يبين لك مداخل النفس يبين لك لأن هذه المداخل والعيوب في النفس خفية فهو يبين لك بعض هذه الخفايا ويقول لك خلي بالك في الصحبة صحيح أنا قلت لك في الأول لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ما قاله فحتبعث عن اللي بينهضك حاله طيب طب لو هي العكس فتخلي بالك أن لا يكون ذلك مدخلا للشيطان فتعتقد لنفسك لنفسك المزية اغترارا فهو يحذرك من هذا نعم بعد إذن حضرتك مولانا عندي سؤال استكمالا لسؤال الأخ قبل يعني حالك لما تقول له مما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك من هو أسوأ وحالا منك هل ده معناه أنه يعني الأقل حالا طب الأقل حالا هينصالح حاله إزاي غير صحبة صالحة يعني صحبة الصالحة هيا اللي بتوجه الأقل حالا لأنه ينصالح حاله طيب هل في خطر على الصالحين من من الأقل حالا يعني الكلام فيه توجيه شوية لمعنى يعني مش بالنسبة لي غير متضح مية في المية ممكن حتى توضحه لي نعم وطبعا فيه فرق بين صحبة المشايخ صحبة من هم واجب صحبتهم وصحبة ايه صحبتنا العادية اللي احنا مع بعض فصحبة الصالحين يعني صحبة المشايخ هؤلاء يؤثرون ولا يتأثرون هؤلاء يؤثرون ولا يتأثرون ولذلك الشيخ لما تكلم عن شروط الشيخ اللي يصحب فليه شروط ايه هي شروط الشيخ اللي بيصحب ان هو يكون عالي الهمة يعني عالي الهمة همته عالية صحب الهمة العالية الهمة المعلقة بالله ده محقق هو يفيد والعلماء تكلموا عن شروط الشيخ الذي يصحب وفيه كلام كثير ها لازم يكون عنده علم ولازم يكون قد اكتملت درجات السلوك عنده وفرقوا بين قالوا ان الشيخ لازم يكون عالم يقدر يعلم ويكون مربي يقدر يربي ويكون مرقي يرقي روحيا والعلم يقع على العقول والتربية تقع على النفوس والترقية تقع على الارواح المفترض ان الشيخ اللي انا بصحبه يكون عالم مربي مرقي احيانا ممكن الاقي عالم ااخذ عنه العلم بس هو مش مربي لم يتربى على يد مشايخ تلق التربية على يد مشايخ ترق التربية على يد مشايخ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سلوك فبالتالي ممكن اخذ العلم من واحد والتربية من واحد تاني وربما اخذ العلم والتربية من شيخ بس هو دركته ما توصلنش للترقية هو مش مرقي المرقي له استشراف على قلوب متبعي استشراف روحي على قلوب متبعي فبالتالي يمكن ان يرقيهم والترقية تكلم عنها العلماء ولذلك مولانا الشيخ زروق رضي الله عنه يقول ان ضبط النفس باصل يرجع اليه في العلم والعمل لازم لحفظها من التشتت والتشغب ان ضبط النفس يعني عاوز يقول ايه في اخر القعد قال ايه فلازم الاقتداء بشيخ قد تحقق اتباعه للسنة وتمكنه من المعرفة القدوة اللي خدناها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاسوة ده مهم النبي صلى الله عليه وسلم كان مربي ومرقي ومعلم لاصحابه وللبشرية كلها لان النبي ممكن يرقي عن بعد زي ما كان برب سيدنا قويس عن بعد كان برب سيدنا قويس عن بعد هو سيدنا قويس شاف النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش ولا سيدنا النبي شاف سيدنا قويس لكن سيدنا النبي كان يربيه عن بعد وكان يعرف مقامه واوصى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اذا رأيتما رجل يسمى قويس من بلد تسمى قرنة من في اليمن اوصفه كذا وكذا اذا رأيتما فاسألاه الدعاء والحكاية يمكن كثير مننا يعرف يبقى ده مرقي فبالتالي يتخف من صحبته اللي زي حالاتي لان لو صاحبته واحد ممكن يجرين للغلط حيجرين للغفلة فدي قاعدة في التربية الجليس الصالح والجليس السوق الطبع سراق المجلس اللي فيه ذكر وفيه علم وفيه بركة وفيه ثقافة وفيه فكر بترقب المجلس اللي فيه هزل اللي فيه كلام فارغ اللي فيه غفلة اللي فيه شر ما لابد سأتأثر به لان احنا لسه ضعاف لكن المحقق يؤثر ولا يتأثر فأذي الفرق مولانا بعد إذن حضرتك الزي زي الشيخ بيختار مريده اللي يكون أهل صحبته الزي الشيخ بيختار مريده هو المفروض يعني ما فيش حاجة اسمها بيختار يعني فيه بعض الحاجات يقولك ده الشيخ بيختار مريده ومش عارف باللوح المحفوظ إخوانا يعني خلينا نتكلم بالعلم هو أصلا المفترض زي ما قال المشايخ سيدنا الشيخ مع العينين الشنقيطي يقول المريد هو اللفذي ما هي الإرادة ما هو المريد جاه من الإرادة بقى عنده إرادة لوعة في القلب لوعة في القلب تدفعه إلى طلب النجاح بقى مريد ليه ربنا فتع عليه بحاجة عرف حاجة خلاته يعرف يعني إيه ربنا وعاوز يعرف ربنا وعاوز اللي ينجيه من الغفلة فبالتالي بقى مريد يوم يدور على اللي ياخد بإيده إلى الله سبحانه وتعالى هي دي القضية زي سيدنا الشيخ محمد ذاكي لم قال أبصرته حول البيت أبوابا علت باسم الملوك وباسم أهل الجاه فذهبت أركض ها هناك وها هنا في الناس أسأل أين باب الله لما أدرك أن معرفة الله سبحانه وتعالى أدرك أنه ما حجب الناس عن الدخول إلى حضرة قدس معرفته إلا هذه الأبواب هذه الحجب هذه الحواجز التي علت من الجاه والمال والسلطان والدنيا والاغترار فلما أدرك هذا الخطر حدث لوعة في القلب خلته يطلع يجري محتار في الناس الناس هم الناس لهم العلماء أهل الفضل فبقى يجري من وشمال فذهبت أركض أجري محتار ها هناك وها هنا في الناس أسأل أين باب الله من يأخذ بإيدي إلى الله ينجيني من نفسي ينجيني من الشيطان ينجيني من الغرور اللي أنا عايش فيه فدي لوعة في القلب تخليه هو اللي يدور عشان كده الشرط يبقى فيه مريد يعني عنده إرادة ها دي بتبقى لوعة في القلب إيه اللي يخليه يدور لأن الحقيقة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين زي ما بقول مولانا بن عطاء الله في موتن آخر إذا ما تجلى عليك بأنوار اسمه الهادي ما هو الأسماء دي لها أنوار عالم الأسماء والصفات لها أنوار زي ما بقول أيضا إيه واعلموا رحمكم الله سيدنا من عطاء الله واعلموا رحمكم الله أن أنوار الملكوت موزعة في صنوف الطاعات أنوار الملكوت الملكوت دعا الملكوت عالم الأسماء والصفات موزعة في صنوف الطاعات فمن فاته من الطعاط صنف أو من الموافقات جنس فقد فاته من هذه الأنوار فقد فاته من أنوار الملكوت بقدر ما فاته من هذه الصنوف من الطعاط أو هذا الجنس من الموافقات فمن ثم اللي بيخلي يندفع إلى هذا يتجلى عليك بأنوار اسمه الهادي سيدنا من عطال يقول لك إيه الإنسان بقى فيتيقظ من غفلته ويقوم من رقدته أنا كنت نايم بغط في نوم عميق أول ما ينور علي بأنوار اسمه الهادي فيتيقظ من غفلته كان نايم تيقظ ويقوم من رقدته كان رائد يعني نايم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا يقوم فقالوا دي لوعة فإذا بقى مقام من رقدة فتحت أم يتوب يرجع عن المعاصي لما يتوب ربنا يوصلوا إيه بالإنابة فينيب إلى الله بالطعاط يبقى رجع عن المعاصي وأنابة إلى الله بالطعاط لما ينوب ينيب إلى الله بالطعاط يوم يواصلوا بالمحبة الإقبال بقى عليه يوم يتولاه تلاقي مشى معاه من عند ربنا كويس فهذه اللوحي التي تدفعه إلى أن يبحث على من يأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى عشان كده مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم يقول يقول هل اتخاذ الشيخ محتوم على القاصد اللي هو قصد وجه الله اللي بقى عوز ربنا هل اتخاذ الشيخ محتوم على القاصد فقلت وهل تربى قط المولود بلا والد وهل يتم اليتيم كفاه فاستغنى عن الرافد وهل أبصرت مكفوفا ولا يحتاج للقائد وكيف يسير في البيداء غريب أعزل وافد وهل علم وهل فن بدون المرشد الراشد وباب الله مفتوح بس هو فين هو الشيخ وباب الله مفتوح ولكن من هو الرائد هو فين بس اللي نتبعه احنا في حاجة إلى تربيط القدوة الأمة في حاجة إلى القدوة لما زالت القدوة ما عادش في قيم ما عادش في مبادئ ما عادش في كبير ما عادش في صح وغلط أخطر شيء القدوة إن أردت القضاء على أمة فاقضي على القدوة ما تخليش في كبير وباب الله مفتوح ولكن من هو الرائد تأمل ما أتى موسى وقصته مع العابد مرسدنا موسى مع الخضركة إيه الحكاية ما هو كان مريد بقول له هل أتبعك على أن تعلمني على أن تعلمني مما علمت رجدا تأمل ما أتى موسى وقصته مع العابد تأمل بعثة الهادي ففيها الشاهد الخارج ففيها الشاهد الخارج ما سدنا النبي كان إيه؟ ما كان برب صحابه هو رب الأمة بدأ بتربية الأمة فهكذا يكون المريد إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية إن شاء الله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى